وجه النائب العام للجمهورية الدكتور أحمد الموسي رئيس نيابة تعز بحل كافة القضايا المنظورة أمام النيابة وتجنب أي مماطلات تخل بأداء عمل النيابة وإنصاف المظلومين ومعاقبة الجنات طلع النائب العام خلال اتصال هاتفي برئيس نيابة تعز القاضي محمد سلطان على سير الإجراءات التي تتبعها نيابة تعز في قضية مقتل عدد من أسرة الحرق وبقية القضايا الأخرى المنظورة أمام النيابة العامة بالمحافظة مؤكدا على أهمية مواصلة الجهود لاستكمال إجراءات القضية وبأقرب وقت لمعرفة كافة حيثياتها وتنفيذ القانون بحق الجنات من جانبه أوضح رئيس نيابة تعز أن النيابة شرعت بمتابعة كافة الإجراءات المتعلقة بمقتل أفراد من أسرة الحرق ووجهت أجهزة الشرطة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وإلقاء القبض على الجنات وإحالتهم إلى القضاء مؤكدا القبض على عدد من المتهمين ومتابعة إجراءات القضية وسير إجراءات التحقيقات مشيرا إلى أنه فور الانتهاء من التحقيقات سيتم إعلان نتائج التحقيقات فورا لفت رئيس نيابة تعز إلى أن النيابة التقت بنقابة المحامين وعدد من أسرة الحرق وتم إطلاعهم على ما تم اتخاذه من إجراءات بكل شفافية ووضوح مؤكدا أن النيابة كلفت طبيبا شرعيا بمعاينة جثامين القتلى ترجمة نانسي قنقر